قال مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية العميد نبراس محمد قال إن أكثر الشائعات التي تم تداولها حول التعداد تتمحور حول إمكانية قطع راتب الرعاية للأفراد مؤكدا أنه أمر غير صحيح محمد طمأن الأهالي بأن المعلومات الشخصية لا يمكن أن تتسرب كما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وأكد أن عدم المشاركة في التعداد لن يؤثر على حق ملكية العقار كما يشع لكنه حث على المشاركة من أجل مساعدة البلاد في التنمية وأشار إلى أن التعليمات التي صدرت تتضمن عدم تدخل القوات الأمنية في التعداد بينما تمنح الصلاحية المطلقة للعدادين مبينا أن هناك تعليمات لتسجيل أفراد العائلة بالكامل سواء كانت عائلتين أو ثلاثة وكل ما هو موجود داخل الدور السكنية وإدخال معلومات كل فرد داخل المسكنة وأضف أن كل من يحاول كسر حظر التجول سيتعرض إلى المساءلة القانونية مؤكداً موجودة مواد قانونية لمخالفة التعليمات وسيتم تطبيقها موسيقى موسيقى